تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقة السادسة لطلبة وطلبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية وذلك للتعرف على منشأتها ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة لما الدنيا تقول لي افرحا فرحا فرح ومن القلب تنطلق مبادرة الجي الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة أجيل طلاف مصري جديدة بدحكة جميلة ترق الأل محطة عدل منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقة السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقة السادس لمبادرة الجديد ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من سبع سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017 وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019 خدنا كام؟ سنتين وده معناه أن كل الطاقات الممكنة وكل الخدرات الممكنة اشتغلت وتكتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضار أنا كنت جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها لو كنت سمعتنا في التليفزيون بس النهاردة مبسوطة جداً أن أنا جيت شوفتها تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم الدولة حريصة على أن هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية أننا كلنا شعب واحد دي فكرة مهمة جداً أن الدولة نفسها تكون أول مشروع لها في مكان كان صحرة تماماً أن هي تبني جامعة وثنيسة تعلمنا في المبادرة يعني التسامر وأن احنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد وتعلمنا في المحاضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرة الاتقاب أنا فرحان أن أنا جيت وزورت القدرائية وزورت مسجد الفتاح العليم وعرفونا في المبادرة أن الاتنين تبنوا في فقت واحد وده يأكد أن احنا هنا في مصر نسيج واحد وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر ويعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين كما يضم المركز داراً للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في سلاثين إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبضقة كبيرة هاجي يلطلع المصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر لما تشوف أبطى الحن فيه يحموا يابنوا راعة من راوعات العاصمة الإدارية إن إحنا نشوف المصحف الشريف منحوط على الجدران وإن إحنا شوفنا مصحف سيدنا عصماني بن عفان أول مصحف يعني ودي كان حاجة عمري متوقعته إنه كان حلم بالنسبة لأنه نجل العاصمة الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام بالعاصمة الإدارية شاملت مدينة الفنون والثقافة والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأبرى متحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم منكم شخصياً عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننهلكم بننقلها عن طريقكم للعالم كون مجلس النواب أيقونة معمارية فاريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021 بنرحب شباب المبادرة في مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ومهم جداً أنهم يجوا وتعرفوا على المجهود اللي بيتعامل في العاصمة الإدارية والحقي الحكومي عرفنا النهاردة أن مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية وده معلومات كويسة هنعرفنا النهاردة أجيل طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترك الأل وعلى بعد أمطار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث تعرف شباب جي الجديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية مأخورة جداً أننا مشاركة في المبادرة دي لأنها بتعلمنا حاجات كتير وكل مرة باستنى المبادرة هتفجئنا بإيه وهتعمل إيه حاجات جديدة اتعلمت في المبادرة كلنا واحد جيل جديد أن السلطة التشريعية بتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجح ولما روح أقول آلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان يختار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحرصت مبادرة جيل جديد على استحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة العاصمة الإدارية جديدة شافوا إزاي فيه تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزراء المختلفة احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير منها مجلس الوزراء بيمثل سلطة التنفوذية في مصر المجلس الوزراء بيكتمحنا كل أسبوع علشان خطت لنا بيستبنى ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقونية كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية أنا بسوط أود أننا جئت إلى عاصمة الأدارية هنا في برج الأيقوني ما كنتش متخللاتنا أنه هو يكون بالشكل ده وبالدخامة ده بشكر الرئيس عبدالفتاح السيستي لما يخلينا نشوف الإنجازات والتاريخ بلده وتحت أطول ساري عالم في العالم التقط شباب جي الجديد صورا تذكارية حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية تحية كل إيد مصرية أنها قادرة تحول الصحراء دي للجمال ده كله والحاجات الخضراء دي وشكلها منظرها تخليه بجميلة وعلى هامش الملتقة السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائيها أنا اسمي صابر أحمد من حي معا وكنت عايزة أعرف إزاي منشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة تبنيت إزاي في السبع سنين الإرادة المعافرة صح أو لمصح ده الوقت قصير مش هننام بدل ما وردية واحدة تشتغل سبع ساعات إثناشر ساعة تشتغل تلات ورديات في اليوم العمل شغال أربعة وعشرين ساعة نحن بنشتغل في المبادرة بنشتغل على جناء الفكر كيف يمكن صياغة فكر مبدع فكر المستقبل القدرة على استشراف المستقبل هو ده اللي بيبني الأمم فخورة جدا أن أنا في المبادرة الجيل الجديد كلنا واحد وحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر وتحيا مصر وخلال لقائه بشباب وطلاع المناطق الحضارية الجديدة أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلب المتفوقين نحن نخصص لكم عشر منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للتفوقين في السنوات العامة أنهم يجوا ونضموا لوسرة العاصمة ويتقدموا للجماعات هنا ونحن نتكفلون بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف بكل ما يحتاجونها وكل حاجة أهم الرسالة طبعاً نحن نريم جودة حياة المستقبل جودة الحياة هي دا الفرق نريم مصر عمل إزاي في المستقبل نريم مستقبلهم نحن نجاهز ليهم أمه أمه اللي هيكبله أمه اللي هيستفيده بالحاكات دي كلها أمه اللي هيشوفه مستقبل عمل إزاي اختتم الملتقى فعلياته بحفلة طرفهية ساذها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضرية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة هنشوفوا الدربة الحرة اتلعبت ودي تزديدة وجول جول جول اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية شوفنا شباب كويس جداً مباشر جداً بنخيل يعني حسيت أني ناس تحط على أسبوط ما كانتش موجودة في الصورة وده الشيء المهم جداً بتاخد بالك من أولاد صغيرين من أنت بتدعم أولاد صغيرين من أنت بتقوم جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة دي حاجة محترمة جداً شوفت لعيبة مميزة جداً نهاردة في اللقاء ده بيعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستعبة كويس جداً فترة اللي جاء إن شاء الله نلاقي النجم واثنين وتلاتة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية بقى نمزج مشرفة زي محمد صلاح وترزجين وخلال الاحتفالية تم توزيح قائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد مصر لما تقولها عدي يبقى مش ممكن تهدي مصر حلفت مش هترجع إلا لما الفجر يطلع ونهار للدنيا علمة مصر مش ممكن هتركع غير لرب العالمين والجوامع والكنائس مفتوحين اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين مصر صحية كل حين صدرت علم وحضارة عبر آلاف سنين عشت يا أم الدنيا دايما أزهاري فوق اللي بلو ساهمت مبادرة جيل جديد في الارتقاء بثقافة وأفكار شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية رصخت فيهم المفاهيم الفكرية والثقافية وعرفتهم بالإنجازات المختلفة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنشآتها وإنجازاتها التي تعتبر انطلاقا للجمهورية الجديدة عبدالله بركات التلفزيون المصري